بص يا جبعة مفيش حاجة اسمها ان الاسرة السعيدة هي اسرة بلا مشاكل وازمات لأ احنا بشر لازم يحصل مشاكل وازمات وده واقع الحياة لكن الاسرة السعيدة هي اللي بتبقى عندها فلسفة الاحتواء ازاي احتوي الازمات تملك زي ما بقولوا فلسفة احتواء الازمات اعرف دير المشكلة اعرف دير الشخصية لما تبقى الازمات دي عمل لها ايه اعمل لها حاجة اسمها مرجعية مرجعية فيها ايه الله عز وجل يقول انها بعض السلام موسط كده كل الازمات او جزء كبير من المشاكل بيحصل بسبب ايه انا مش هارف ايه اصل المشكلة هي ايه الاصل والنقطة التانية ما عندناش مرجعية نرجع فيها